اشتركوا في القناة من أعظم أسباب القطيعة والعداوة بين الناس مع أن الله تعالى نهانا عن الظن في الناس فقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقد بيّن الله تعالى عاقبة من يكسب إثما ثم يرمي به بريئا فقال ومن يكسب إثما أو خطيئة ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا بين قوسين مرض منتشر ومن الله العافية بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد القرآن خاطب ذا العقل الذي إذا ألقي إليه القول سمع وتفكر وهيأ من الدار الفانية للدار الباقية زادا يقول ربنا تبارك وتعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا تأويل قول الله عز وجل لا تقف ما ليس لك به علم على ما قاله أهل التأويل لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع فإن الله تبارك وتعالى سائلك عن ذلك كله يقول الشيخ محمد أبو زهراء هذا بيان للطريق السوي الذي يسلكه المؤمن للوصول إلى الحق وهو أن لا يتبع الأوهام فما ضل الناس إلا باتباع الأوهام ووراء الأوهام ودأب العقول غير المدركة تكون الأهواء والشهوات وضلال الأفهام ووراء ضلال الأفهام تكون عبادة الأوثان القفو معناه التتبع وأصل إطلاقه في كلام العرب على ما يؤدي إلى الكذب أو القذف أو البهتان والآية تنهى عن أن يتبع الإنسان ما ليس عنده من أسباب علم به أو ما ينافيه العلم الصحيح والوقائع البينة كشهادة الزور مثلاً وقذف المحصنات وتتبع عورات المؤمنين ليعلنها وقد سترى الله تعالى عليهم ويقول ابن كثير بعد أن روى أقوال الصحابة في قفو الإنسان على ما ليس له به علم إن الله تعالى نهى عن القول بلا علم ونهى عن القول بالظن الذي هو التوهم والخيال كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن وإن تتبع الأمور من آخذ العلم من غير مظانه يحل عرى العقل حتى يتوهم ما ليس بحق ويفتري ما لم يرى ولم يسمع ولقد قال صلى الله عليه وسلم إن من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم ترياه وإن اتباع الأوهام يجيء دائماً من أن يقفو الرجل ما ليس عنده أسباب العلم به فيتخيل ثم يخال وذلك هو الخبال وكذلك تنشأ العقائد الباطلة من عبادة الأوثان والتثليث وغير ذلك من العقائد البصر في قول الله عز وجل إن السمع والبصر غالباً ما يأتي في القرآن مجموعاً قال الله عز وجل وجعل لكم السمع والأبصار وقال جل وعلا ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولكنه في آيتنا هذه جاء مفرداً إن السمع والبصر فما الذي يمكن أن نستخرجه نتيجة للتفكر في هذا النص وقبل أن نوضح الحكمة التي يمكن أن تستفاد هنا يجب أن نعي أن المتكلم هو الله تعالى وما دام المتكلم هو الله فلا بد أن تجد كل كلمة دقيقة في موضعها الذي وضعت فيه بحيث لا يمكن أن تضع غيرها بدلاً عنها فالسمع جاء بصيغة الإفراد لأن السمع لا يتعدد فيه المسموع بالنسبة للسامعين فإذا حدث الآن مثلاً صوت حولنا سنسمعه جميعاً فهو بالنسبة لأسماعنا جميعاً واحد أما البصر فهو خلاف ذلك لأن أمامنا الآن مرائية كثيرة ومناظر مختلفة فأنت ترى شيئاً وأنا أرى شيئاً آخر فوحدة السمع مختلفة عن وحدة البصر ولعل هذا هو السبب في إفراد السمع ومجيء البصر بصيغة الجمع وهنا نسأل لماذا جاء في آيتنا هذه مفرداً؟ والجواب والله أعلم أن البصر ورد هنا مفرداً لأن الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن المسؤولية مسؤولية كل إنسان عن سمعه وبصره والمسؤولية أمام الحق سبحانه وتعالى فردية فيوم القيامة كل واحد سيسأل عن جوارحه هو فناسب ذلك أن يقول السمع والبصر لأنه سيسأل عن بصر واحد وهو بصره فالإنسان إذن مسؤول عن سمعه وبصره وفؤاده من حيث التلقي ومن حيث الإعطاء فكأن الحق سبحانه يقول لنا لا تلقوا إلا طيباً ولا تسمعوا إلا خيراً ويا مربي النشئي لا تسمع أولادك إلا ما يدعو إلى فضيلة ولا تعطي لأذن أولادك إلا ما يصلح حياتهم ويقومها كذلك الله عز وجل يقول للعين لا تري إلا الحلال حتى لا تندفع النفوس إلى ما حرمه الله عز وجل وكذلك أنت يا مربي النشئي احجب عن أولادك وبناتك ما يثير غرائزهم ويفسد حياتهم إن الهاتف الذي نتركه اليوم بيد أولادنا لهو من أخطر أسباب الإفساد فأولادنا اليوم يقضون مع هواتفهم وقتاً أكثر من الوقت الذي يقضونه معنا فلنتدارق قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه التدارق تقطعت بيننا الصلات ونحن في بيت واحد هل تعلم أن المكتسبات الشخصية لا يمكن تغييرها بسهولة بعد أن تتحول إلى سلوكيات وأخلاق؟ ولكن لعلك تجادل فتقول قد تأخرنا ولا تنفع التربية بعد الآن لأننا إذا أصررنا على إصلاح أنفسنا أولاً وإصلاحهم ثانياً عندئذ سنربيهم على ما نطمح أن نراهم عليه في قابل الأيام كلنا يعلم أن المسؤولية ثقيلة ولكنها أمانة وينبغي بنا أن نكون أهلاً لحملها بادر أخي وغير ولا تقول سأفعل غداً ولا تيأس ولعلكم مثلي تعرفون أنه بمقدار صبرنا على المسؤولية نرى حلاوة العواقب تلقى بالصبر ضيف الهم حيث أتى إن الهموم ضيوف أكلها المهج فالخطب إن زاد يوماً فهو منتقص والأمر إن ضاق يوماً فهو منفرج فروح النفس بالتعليل ترضى به واعلم إلى ساعة من ساعة فرج سامحوني أنا أعلم أنني قد خرجت عن مفهوم الآية التي نحن بصدد الحديث عنها ولكن المسألة خطرة ولا بد من التنبيه عليها أعانني الله عز وجل وإياكم عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا قال عسى بن دينار يريد ظن السوء ومعناه أن تعادي أهلك وصديقك على ظن تظنه به دون تحقق أو تحدث بأمر على ما تظنه فتنقله على أنك قد علمته ويحتمل أن يريد به والله أعلم أن يحكم في دين الله بمجرد الظن دون إعمال نظر ولا استدلال بدليل وقد قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقد قال الله تعالى إن بعض الظن إثم وهذا يقتضي أن من الظن ما ليس بإثم فما هو؟ هو ما حكم فيه بالنظر والاجتهاد من قبل من كان من أهل النظر والاجتهاد وهذا أقوله حتى لا يخرج لنا اليوم متنطع يسيء الأدب مع إمتنا وهو لا يعرف موضع فمه من وجهه وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وقد تقدم ذكر الحديث قبل قليل فلا أكرره وعن إسماعيل ابن أمية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يسلم منهن أحد الطيرة والظن والحسد قيل وما المخرج منهن يا رسول الله قال إذا تطيرت فلا ترجع وإذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغي وقد روى أشهب عن نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يحل لمرئ مسلم سمع من أخيه كلمة أن يظن بها سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير مصدرا وأما قول الله عز وجل ولا تجسسوا ولا تحسسوا فقيل إن معنى التجسس والتحسس سواء أو قريب من السواء وفي هذا إشارة إلى قبح هذا الفعل حتى استخدم له رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظين للإشارة إليه وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل ولا تجسسوا قال خذوا ما ظهر ودعوا ما ستر الله عز وجل ورواه شيم عن مجاهد عن الشعبي قال فقد عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا في الصلاة فانطلق هو وعبد الرحمن بن عوف فنظر إليه وامرأته تناوله قدحا فيه شيء فقال عمر هذا الذي حبسه عننا فقال له عبد الرحمن وما يدريك ما في القدح قال عمر أتخاف أن يكون هذا من التجسس قال عبد الرحمن بل هو التجسس قال عمر رضي الله عنه فما التوبة من هذا قال ألا يكون في قلبك عليه من هذا المجلس شيء أبدا وقد روى الأعمش عن زيد بن وهب قال أتي بن مسعود فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خمرا فقال عبد الله إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذه به وعن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم وفي ختام فقرتنا هذه أقول ما قاله الإمام الخطابي إن المراد بالآية ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به وترك التهمة التي لا سبب لها كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم عطف عليه قوله ولا تجسسوا بعد قوله إياكم والظن بمعنى أن الظن سيجر إلى التجسس وذلك أن الشخص يقع له في قلبه خاطر التهمة فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع فنهاه عن ذلك وهذا الحديث يوافق قول الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أعاذني الله وإياكم من ذلك نعود فنستكمل ما بدأنا به لقاءنا هذا حول قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا والنقف عند أقوال سلفنا الصالح رضي الله عنهم فهذا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إذا استولى الصلاح على أهل الزمان ثم أساء رجل الظن برجل لم تظهر منه خزية فقد ظلم وقال ابن عباس رضي الله عنه إن الله قد حرم على المؤمن من المؤمن دمه وماله وعرضه وأن يظن به ظن السوء ويقول ابن مسعود رضي الله عنه الأمانة خير من الخاتم والخاتم خير من سوء الظن بمعنى أنه إذا كان عندك أشياء تخشى عليها فاختم عليها بختم حتى لا يؤخذ منها أو حتى لا يقع في قلبك الشك أنه أخذ منها وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه إني لأعد غراف قدري مخافة الظن بمعنى أنه أفضل من أن أظن بأهلي شيئا فلاعد الشيئة يعني التدبير يقول ابن عطية كان أبو العالية يختم على بقية طعامه مخافة سوء الظن بخادمه يعني هو يخشى على قلبه أن يدخله سوء الظن يقول القاضي عياض ظن السوء بالأنبياء كفر ويقول الإمام الغزالي سوء الظن غيبة بالقلب ويقول الإمام الخطابي صاحب معالم السنن الظن منشأ أكثر الكذب وإسماعيل بن أمية يقول ثلاث لا يعجزن ابن آدم الطيرة وسوء الظن والحسد قال فينجيك من الطيرة أن لا تعمل بها وينجيك من سوء الظن أن لا تتكلم به وينجيك من الحسد أن لا تبغي أخاك سوءا والحارث المحاسبي يقول احمل قلب من سوء الظن بحسن التأويل ونعود إلى سيدنا علي رضي الله عنه مرة أخرى إذ يقول من علم من أخيه مروءة جميلة فلا يسمعن فيه مقالات الرجال ومن حسنت على نيته فنحن لسريرته أرجى رضي الله عنهم جميعا وإلى الفقرة التي نجيب فيها عما يتكرر كثيرا من الأسئلة سائل يقول ما حكم من قام إلى الركعة الثالثة في صلاة الفجر أو الرابعة في صلاة المغرب أو الخامسة في الصلوات الرباعية وشرع بقراءة الفاتحة يعني في الركعة التي قام إليها وجواب هذا الإمام والمنفرد والمأموم حكمهم في هذه القضية واحد يعني في قضية الزيادة فمن زاد منهم ركعة عامدا ذاكرا لزيادتها بطلت صلاته ومثل هذا لا يكاد يفعله أحد أما إذا كانت الزيادة في الصلاة سهوا فلا يخلو إما أن يعلم المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا يعلم بالزيادة في أثناء الركعة الزائدة ففي هذه الحالة يلزمه الرجوع وإلا بطلت صلاته لتعمد الزيادة في الصلاة ويتشهد إذا لم يكن تشهد قبل هذا ويسجد للسهو قبل السلام سائل آخر يسأل فيقول فاتتني صلوات كثيرة بسبب مرض شديد أصابني منعني من أداء الصلوات فكيف أقضيها؟ فالجواب أولا لا يجوز تأجيل قضاء الصلوات الفائتة بل يجب البدء به مباشرة بعد أن تتمكن من ذلك يعني فورا تبدأ بالقضاء دون أن يؤثر ذلك على أداء الصلاة الحاضرة لكن الإنسان لا يكلف في القضاء إلا قدر طاقته من غير تحديد عدد معين فإن أمكن قضاء صلوات يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك في داخل اليوم فعلا وإن لم يستطع أن يفعل ذلك في اليوم أو لم يستطع إلا قضاء ثلاث صلوات مثلا قضاهن ولا يختلف في هذا لا صاحب السلسي يعني سلسي البول أعافان الله وإياكم ولا غيره ومن الفقهاء من يرى أنه إذا كانت الفوائت كثيرة فيجب قضاء صلاة يومين على الأقل في اليوم الواحد إلا إذا كان يترتب على ذلك تضيع حق فيجوز الاقتصار حينئذ على صلاة يوم واحد يقول الإمام الدسوق من المالكية فالواجب حالة وسطى فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر ولا يكفي قضاء يوم في يوم إلا إذا خشي ضياع عياله إن قضى أكثر من ذلك في يوم سائل آخر يقول هل يجوز بيع الروث والزبل لاستخدامه كسماد للأراضي الزراعية والجواب أن بيع الزبل لغرض استعماله في تسميد الأرض ولغرض استعماله في الزرع هذا من الحاجات التي نص الفقهاء على جوازها استثناء من القاعدة العامة التي تقول يحرم بيع النجاسات وسبب هذا الاستثناء أن الحاجة إلى ذلك تنزل منزلة الضرورة لكن الفقهاء قالوا نحن لا نسمي هذا بيعا وإنما نسميه إسقاط حق مقابل مال فكأن صاحب هذا الروث جلكم الله له يد عليه له حق عليه فنحن نعطيه المال ليرفع يده يد الحق يعني عن هذا المال النجس وهذا أمر جائز وقد وافق على ذلك فقهاء الحنفية حتى في قضية هذا الاستثناء وافقوا فنصوا على جواز بيع الزبل والسماد فقالوا لا يكره بل يصح بيع السرقين أي الزبل كما ذهب إليه الحنابلة أيضا في المعتمد من مذهبهم لأنهم قالوا أصلا بطهارة روث ما يؤكل لحمه من الحيوانات والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة